لافروف يقول إن العملية العسكرية في حلب ستستمر وطائرة النظام تواصل قصفها على المدينة وستستمرار موجة نزوح المدني القوات العراقية تتقدم جنوب الموصل وتخوض معارك عنيفة مع تنظيم الدولة شرقية المدينة وولد الشيخ أحمد يلتقي هادف عدن اليوم لتسلم رد على خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن أهلا بكم إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي من لندن والبداية من تطورات الملف السوري قال وزير الخارجية الروسي سرقي لافروفين بلاده ستواصل عملياتها في حلب حتى تقضي على ما وصفها بالعمليات الإرهابية وأدف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولو تشوشوغلو في منتجع ألانيا التركية على البحر المتوسط أنه يجب الإسراء بالمحادثات لحل القضية السورية من جانبه أكد وزير الخارجية التركية على ضرورة إيجاد حل جذري وسياسي للأزمة السورية ووجوب وقف إطلاق النار في حلب بأسرع وقت ممكن وأشار تشوشوغلو إلى أن المباحثات لحل الأزمة السورية ستستمر كما أن العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا ستكون أقوى ومعنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي أكتاي يلماز مرحبا بك سيد يلماز هل يعني استمرار العمليات العسكرية في حلب كما قال لافروف أن هذا يمكن أن ينسف أي أمال كانت منعقدة على الاجتماع التركي الروسي اليوم لوقف الحملة العسكرية على حلب عفوا هناك مشكلة في الصوت لم أسمع جيدا ممكن إعادة السؤال سألتك سيد يلماز سألتك هل سيؤثر تصريحات السيد لافروف اليوم على أي أمال لوقف الحملة العسكرية على حلب نعم تحيات أولا لا أعتقد هناك اتفاق أو يمكن الاتفاق بين تركيا وروسيا على الأزمة في سوريا أو على وقف إطلاق النار في حلب وإيصال مساعدات عاجلة تركيا تصير يعني أردوغان خلال ثلاثة مرات اتصل بالرئيس الروسي وأصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات العاجلة ولكن يأتي اليوم وزير الخارجية الروسي ليؤكد أن القصف على حلب وعلى المدنيين ستستمر وأنه يعتبر جميع المعارضين إرهابيين يعني يقول أنه يجب التفريق بين جبهة النصرة والمعارضة ثم يصف الكل بالإرهابيين ويؤكد على القصف لا أعتقد يعني هناك نقاط تلاقي هناك بعض التفاهمات حول بعض المسائل مثل عملية بخصوص هذه التفاهمات سيد يلماز ولكن بخصوص نعم فيما يتعلق بهذه التفاهمات كما ذكرت هل يمكن لتركيا أن تقوم بأي دور لمنع سقوط حلب بيد النظام السوري أم أنها غير قادرة على فعل أي شيء بالنهاية يعني لا نستطع أن نقول أنها غير قادرة على فعل أي شيء تحاول تركيا يعني كما قلت يعني هناك جهود حثيثة تحاول إقناء روسيا على ضرورة وقف إطلاق النار ضرورة إيصال المساعدات ضرورة البحث أو تسريع مباحثات السلام وما إلى ذلك ولكن يعني حتى لتركيا هناك يعني التأثير محدود في ظل يعني الصمت الدولي هناك فشل من المجتمع الدولي ما تستطيع تركيا فعله ليس كثيرا يعني قليل بالأسف الشديد ولذلك ولست متفاعل كثيرا شكرا شكرا لك المحلل السياسي سيد أكتاي يالماز كنت معنا من اسطنبول ميدانيا في حلب قتل عدد من المدنيين واصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي استهدف حي المعادي في حلب وتعرضت أحياء الجزمات والأنصار والمشهد وصلاح الدين شرقية المدينة إلى قصف عنيف من قوات النظام يأتي ذلك في الوقت الذي يتفقت فيه فصائل المعارضة المسلحة على حل نفسها وتشكيل كيان موحد باسم جيش حلب لمواجهة تقدم القوات النظامية في الأحياء الخاضعة لسيطرتها هذا وقال المبعوث الدولي إلى سوريا استفاد ديمستورة إن قرابة 30 ألف شخص نزحوا من حلب في الأيام الأخيرة مشيرا إن أن هناك حاجة ملحة لدمج قضية المساعدات الإنسانية في حلب مع البحث عن حل سياسي الهجمة الشرسة وتطورات المتلاحقة شرقية حلب دفعت فصائل المعارضة المتواجدة داخل أحياء المدينة المحاصرة إلى التخلي عن راياتها المتعددة معلنة تشكيل جيش حلب تحت قيادة موحدة لمواجهة تقدم قوات النظام والميليشيات الموالية لها وللرد على المزاعم الروسية بأن دعمها العسكري للنظام هدفه ملاحقة العناصر التابعة لجبهة فتح الشام الإعلان عن جيش حلب جاء بعد اجتماع للفصائل المقاتلة في حلب الشرقية تقرر فيه اندماج نحو عشة فصائل أبرزها الجبهة الشامية وأحرار الشام ونور الدين زنكي وفي باكرة عملياته أحبط جيش حلب هجوم قوات النظام والميليشيات الموالية لها على حي الشيخ سعيد في المحور الجنوبي لحلب الشرقية واستعاد بعض المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام في منطقة السكن الشبابي المجاورة في مواجهة لمحاولات قوات النظام اجتياح الأحياء المقتضة بأكثر من 250 ألف مدني أما في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة في نيويورك لبحث الأوضاع في مدينة حلب بطلب من فرنسا فقد وصفت دول عدة قصف النظام للمدنيين بجريمة حرب وفي المقابل انتقد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بشدة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة متهما إياهم بمحاولة حماية من وصفهم بالإرهابيين في سوريا بينما حذر مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين من أن شرق حلب قد يتحول إلى مقبرة ضخمة إذا لم تتوقف المعارك واستمر منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان وللمزيد معنا من حلب مدير والمكتب الأعلامي للدفاع المدني إبراهيم أبو الليث مرحبا بك إبراهيم استمرار القصف كيف يبدو المشهد الآن في حلب وريفها نعم أخي الكريم بالنسبة للوضع الإنساني في مدينة حلب وضع كارسي الغير مع استمرار القصف العنيف التي تعرض له أحياء حلب الشرقية منذ الصباح اليوم إلى هذه اللحظة جميع أحياء الشمالية الشرقية وأحياء الوسطى تعرضت للقصف للقصف العنيف منها حياء الجزماتي حياء الميسة كرم البيك المعادي باب النيرة جميع هذه الأحياء تعرضت للقصف من قبل القوات النظام التي تمركز فيها حياء الشيخ سعيد بصواريخ الفيد وراجمات الصواريخ وخذاف المدفعية بالتزامن تقدم قوات النظام على عدد جبهة في مدينة حلب منها حياء الشيخ سعيد استطاع صور ردهم ورجائهم تم أسر بعض الميليشيات الطائفية التي تقاتل بجانب قوات النظام النظام اليوم حاول التقدم عبر محور السكان الشبابي في حياء الجزمات استطاع التقدم وعود أسوار برجاعه إلى المكان طيب إبراهيم هذا تحدثت عن الوضع الإنساني كيف يتطور الوضع الإنساني مع تواصل موجة النزوح الكبيرة من السكان هناك للأسف النسحين الذين عبقوا من الأحياء الشمالية الشرقية التي تعرضت لأماكن للقصف عبقوا للأحياء الغربية المحاصرة أيضاً في مدينة حلب يعيشون أوضاع مأساوية جداً سيئة بسبب نفات كامل المواد الغذائية في الأسواق لا يوجد أي نوع من المقاومات على حيات حتى يعيشوا للأسف اليوم في أحد النقاط الطبية يوجد الكثير من المرضى لم يتعالم بسبب أن هذه النقطة الطبية فقط كافة المعدات الطبية لديها بسبب صفت إبراهيم أبو ليث مدير المكتب الأعلامي لدفاع المدني كنت معنا من حلب شكراً جزيلاً لك إلى الشأن العراقي الآن حيث وفاد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية قد أحكمت سيطرتها على المحور الجنوبي للموصل وأضف أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب باتت تسيطر على 35% من مساحة المدينة فيما أعلنت مصادر عسكرية أن قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب تواصل عملية تمشيط الأحياء التي سيطرت عليها شرقية الموصل في حين قالت قوات الحجد الشعبي إن عشرات من عراسل تنظيم الدولة قتلوا إثر امفجار مستودع للألغام غرب مطار تلعفر ومعنا للمزيد من الخازر شرقية الموصل مرسلنا طارق ماهر طارق ما أبرز المحاور الساخنة اليوم وكيف تتقدم القوات العراقية خصوصا مع وجود كثافة سكانية كبيرة وأيضا في ظل حرب الشوارع التي ينتهجها تنظيم الدولة جمال تركز قيادة العمليات المشتركة جهودها لدفع القوات العراقية سواء من الجيش العراقي أو الألوية المدرعة وكذلك فصائل منتخبة مدينة تلعفر ذات الغالبية التركومانية حيث أن هذه القوات تحكم الطوق من ثلاثة جهات حول هذه المدينة وتدفع قيادة العمليات بالمزيد من القوات لإحكام الطوق من أربعة جهات تمهيدا لاقتحامها بالتزامن مع القصف المدفعي والجوي على بلدة تلعبطة المجاورة والتي تقع جنوب مدينة تلعفر وبالتالي هناك أولوية لمدينة تلعفر في المحور الغربي بالتزامن مع تواصل العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب وهي رأس الرمح في القوات المسلحة العراقية تحديدا في المحور الشمالي لحد الآن بسطت سيطرتها على 25 حيا في المحور الشرقي أو الساحل الأيسر من مدينة الموصل الذي يتألف من 52 حيا وبالتالي بلغت نسبة سيطرة القوات العراقية 30% داخل مدينة الموصل هذا التقدم تصفه قيادة العمليات المشتركة بأنه محفوظ بالمخاطر جمال نظرا لأن قيادة العمليات منعت القصف الجوي وكذلك منعت اشتراك وحدات الدروع بالإضافة إلى منع دبابات الإبرامز وكذلك المدفعية لتجنب وقوع خسار بين صفوف المدنيين ولهذا تعول هذه الوحدات وحدات النخبة على الاشتباك المباشر مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الذي يحاول بدوره اصطياد عناصر هذه الوحدات عبر السيارات المفخخة وكذلك الصهاريج المفخخة التي باتت العمود الأساسي في تحصينات ما يعرف بتنظيم الدولة أنت متواجد الآن غير بعيد عن أحدى مخيمات اللاجئين كيف يبدو الوضع الأنسان داخل هذه المخيمات خصوصا مع حلول فصل الشتاء ونزول درجات الحرارة قبل قليل جمال وقبل نحو خمسة دقائق وصلت موجة جديدة من النازحين تتألف من خمسمائة نازح من الأحياء الشرقية تم إيواؤهم في مخيم الخازر الذي تتواصل فيه جهود الحكومية بدعم من حكومة إقليم كردستان العراق على إنشاء المزيد من المخيمات لكن هذا المخيم والمخيمات الأخرى المجاورة له باتت مكتظة بنحو خمسة وسبعين ألف من النازحين الذين تزداد أعدادهم مع ازدياد المعارك ومع طول عمر معركة استعادة الموصل بالتالي هناك ظروف إنسانية صعبة يواجهها هؤلاء النازحون الذين اضطروا لدفع ثمن قساوة فصل الشتاء وأمطاره رغم أنهم هربوا من المعارك إلا أنهم يواجهون معاناة إنسانية وظروف إنسانية صعبة تتلخص بالأمطار وكذلك صعوبة تقديم الخدمات نظرا لأن أعداد النازحين باتت كبيرة وربما ستزداد خلال الساعات القليلة المقبلة شكرا لك طارق ماهر مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من الخازر شرقية الموصل إلى اليمن حيث أفاد مصدر في الحكومة بأن المبعوث الدولي إسماعيل والدشيخ أحمد سيبدأ اليوم زيارة إلى محافظة عدن للقاء الرئيس عبدرب منصور هادي وقيادات الحكومة الشرعية لاستئناف مفاوضات السلام ومن المقرر أن يسلم الجانب الحكومي للمبعوث الدولي خطابا رسميا يتضمن ملاحظاته على خارطة الطريق والمطالبة ببديل عنها وأعلن هادي في وقت سابق امتنعه عن قبول الخطة التي عرضها ولد الشيخ لإنهاء الحرب وقالت سلطات اليمنية حينها إن الخطة تمثل مكافأة للحثيين لانقلابهم على الشرعية ميدانيا استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عددا من المواقع التي يسيطر عليها الحثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في جبهتي صبيحة والمقاطرة في محافظة الحج كما أكد نطق باسم الجيش الوطني بمحافظة صنعاء على جبل البابين والتبات في مديرية نهم شرقية العاصمة ويعاني ذو الاحتياجات الخاصة في اليمن ظروفا إنسانية صعبة بسبب الحرب التي ضاعفت من تهميشهم وزادت من أعدادهم لكنهم يأملون من المنظمات المحلية والدولية أن تقدم لهم مشاريع صغيرة تساعدهم على تجاوز معاناتهم أبو بكر البازلي واحد من بين الآلاف من دو الاحتياجات الخاصة في اليمن الحرب واستمرار القصف لم يزيد معاناتهم إلا سوء أبو بكر البالغ من العمر 45 عاما لم يتقاضى راتبه منذ خمسة أشهر وبالكاد يحصل على قوته وقوت عائلته المكونة من ستة أفراد لكنه لا يزال يتمنى من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية أن تلتفت إليهم خصوصا في الضرف الراهن الذي تعيشه البلاد نعاني نحن نحصل على الخدمة الصحية لا نحصل على أجهزة التعوضية لا نحصل على خدمة التعليمية في الوقت الحاضر لأنه تغيرت أوضاعنا وتبدلت من الأفضل إلى الأسواق حقيقة يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن حوالي مليوني شخص من إجمالي سكان اليمن البالغت اعدادهم ستة وعشرين مليون نسمة بحسب آخر الإحصاءات المحلية الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من سنتين تسببت لوحدها في إصابة سبعة آلاف يمني من مختلف الأعمار بإعاقات متفاوتة عدد المعاقين زاد إلى اليوم تقريبا سبعة ألف معاق جداد بسبب العدوان هذا ما وصلوا إلى الصندوق إلى جانب أن هناك كثير جدا من المعاقين بعيدين عن العاصمة ما قد يصلوا إلى الصندوق وما يعرف في الطريق وإن كان الوضع صعبا لعم المصابين من الفئات الاجتماعية إلا أنه أكثر مأساوية بالنسبة للمرأة اليمنية ذات الاحتياجات الخاصة فالحرب والعادات والتقاليد ضعفت من تهميشها وحضوض اندماجها الاجتماعي أمنية دو الاحتياجات الخاصة في اليمن هي أن يلتفت إليهم وتجد الأزمة اليمنية طريقها نحو التسوية حتى لا تتزايد أعداد المعاقين وتتضاعف معها معاناتهم نبيل اليسفي التلفزيون العربي صنع نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل الطائر والطائرة الكولومبية المحطمة رحلة بلا وقود مرحبا بكم من جديد قال محمود أبو الهيجا ناطق والإعلامي باسم مؤتمر فتح السابع المنعقد في رام الله إنه تم إقرار جدول أعمال المؤتمر والدعوة لتشكيل لجنة الانتخابات واللجنة القانونية وأضاف أبو الهيجا أن المرشحين سيقدمون أنفسهم غدا الجمعة قبل انتخابهم وعرض نتائج يوم السبت هذا وتنافس 1322 فتحاويا على عضوية كل من اللجنة المركزية ومجلسها الثوري ضمن المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة تشريعية للحركة أظهر تسجيل صوتي لقائد الطائرة التي تحطمت في كولومبيا قبل يومين أن الطائرة كانت تواجه نقصا حادا في الوقود وبحسب التسجيل الذي أذاعته وسائل أعلام كولومبية فإن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة أن وقود الطائرة على وشك النفاذ وأنه يستعد للقيام بهبوط اضطراري وقد أسفر تحطم طائرة التي كانت تقل على متنها سبعة وسبعين شخصا عن مقتل سبعة من أفراد تقمها وواحد وعشرين صحفيا بالإضافة إلى تسعة عشر لاعبا من فريق شابي كوينسي البرازيلي لكرة القدم الذي كان متجيا إلى مدينة ميديين في كولومبيا للقاء فريق محلي في إطار بطولة كأس أمريكا الجنوبية للأندية بينما نجى ستة لاعبين من الفريق ويعاني معظمهم من إصابات بالغة والآن إلى أخبار الاقتصاد تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد أن اتفق منظمة الدول المصدرة للبيترول أوبيك على خفض تاريخي للإنتاج منذ عام 2008 للحد من تخمة المعروض النفطي حيث بلغ الارتفاع ما يقارب 13% لكن محاللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا إلى السجلات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري إن أسعار المنازل في بريطانيا زدت الشهر الماضي بأقل وطيرة سنوية مضيين يركانون الثاني رغم إشارات إلى أن الطلب في السوق قد بدأ بالارتفاع أضافت نيشن وايد أن أسعار المنازل زادت بنسبة 4.4% مقارنة بمستوها قبل عام خفاضا من نمو بنسبة 4.6% في أكتوبر تشرين الأول أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له مذو ديسمبر كانون الأول الماضي مرتفع بنسبة 1.1% اليوم الخميس بقيادة أسهم قطاع التعدين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبيك على خفض إنتاجها من الخام للمرة الأولى منذ عام 2008 لدعم الأسعار في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات بشكل عام دعما من تراجع اليان قالت وزارة المالية الصينية إن الدولة قررت فرض ضريبة إضافية نسبتها 10% على السيارات الفاخرة بهدف السيطرة على مظاهر البذخ وخفض الإنبعاثات وهو ما قد يثير قلق صناع هذه السيارات وقالت الوزارة في بيان إن الضريبة الجديدة ستطبق على السيارات التي تبلغ تكلفتها 188 و852 وخمسين دولارا أمريكيا فأكثر وقد تطال علامات تجارية مثل فراري وأستون مارتن وروز رويز صدق مجلس النواب الكولومبي على اتفاق السلام الجديد الذي وقعه الرئيس البلاد أخوان مانويل سانتوس مع جماعة فارك المسلحة الأسبوع الماضي وتمت المصادقة على الاتفاق بعد يوم من إقراره من مجلس الشيوخ وإدخال تعديلات عليه طالبت بها المعارضة بعد رفضه في استفتاء شعبي قبل شهرين وينهي الاتفاق واثنتين وخمسين سنة من الحرب الأهلية التي شهدت كولومبيا وينص على نزع أسلحة قوات فارك وتحويلها إلى حزب سياسي والآن نتوقف مع أهم أخبار رياضة سقط أرسنال أمام ضيفه ساوت هامتون بهدفين نظيفين ضمن ربعي نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لغادر الفريق اللندني البطولة وضمن الجولة عينها وصل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائية بعد تخطيه لضيفه وست هام بأربعة أهداف لهدف واحد وشهدت المباراة تعلق النجم السويدية زلطان إبراهيموفيتش حقق باريس سانجرما فوزا هاما على ضيفه أنجي بهدفين دون رد ويحتل فريق البارزية المركز الثاني في الترتيب خلف المتصد لنيس يستعد انتر ميلان لمواجهة نابولي يوم غد في قمة الأسبوع الخامس عشر من الدور الإيطالية على ملعب سانبولو ويسعى الانتر للعودة إلى المراكز المتقدمة من بوابة نابولي ضمن الأسبوع الثالث عشر من الدور الألمانية يحل باير ميوني خدايفا على ماينز ويسعى الباييرن لاستعادة ثقة جماهره عقب الأداء الركيك الذي قدمه أبناء أنشيلوتي في الفترة الماضية تكريما لأرواح فريقهم الذي قضى إثر تحطم طائرته يوم الاثنين أقام جماهير تشابي كوانس البرازيلية تجمعا ليليا على أرضية ملعب الفريق في البرازيل الجماهير سفقت للاعبيها وودعتهم للمرة الأخيرة بالدموع انطلقت في قطاع غزة أعمال معرض إكسبوتا كالتكنولوجي بمشاركة نحو ثلاثين شركة محلية تعنى بشؤون التقنيات والمعلومات ويشرف على المعرض اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا للعام الثالث عشر على التوالي حيث حمل المعرض في نسخته الحالية عنوان تطبيقات الخلوي والهاتف الذكي في غياب مشاركات خارجية أو حتى من الضفة الغربية انطلقت أعمال معرض إكسبوتك التكنولوجي في نسخته الثالثة عشر بقطاع غزة معرض تركزت زواياه على مجال تقنيات الهواتف الذكية وتطبيقاتها للأسف لم يشارك أي شركة خارجية منذ سنوات في قطاع غزة وهذا طبعا يعود إلى الحصار ومنع شركات من القدوم إلى قطاع غزة هذا جانب وفي الجانب الآخر بشكل رئيس نحن نركز على عرض شركاتنا الوطنية في المعرض إكسبوتك السنوي لأن السوق المحلي في ظل الظروف اللي منعيش هو السوق الأهم المعرض أتاح الفرصة لتبادل الخبرات المحلية وعرض تجارب مختلفة لرياديين في مجال التقنية على الرغم من حديث البعض عن عدم اختلاف نسخة هذا العام عن سابقاتها هو في النهاية الإكسبوتك يعكس الحالة التكنولوجية في قطاع غزة وبالتالي نتحدث عن الواقع التكنولوجي في قطاع غزة في النهاية مهما حاولنا أن نرفع بعض المستويات في بعض الأمور المتعلقة بي المعدات لا نستطيع رفع سقف التوقعات كثيرا لأنه في النهاية نحن محكمون بظرف الحصار بظرف المعابر وبرزت خلال السنوات الأخيرة دعوات من جهة مختلفة لدعم اقطاع تكنولوجيا المعلومات لما يتيحه من فرص لتجاوز الحصار المفروض على غزة وإقامة علاقات اقتصادية مع العالم ومن اللافت في مجال تقنية المعلومات في قطع غزة بروز العديد من أصحاب المواهب والإدعاة مؤخرا الذين هم بحاجة إلى رعاية واحتضان سعيا للوصول إلى العالمية باسر خلف التلفزيون العربي رطاو غزة بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة زروا موقعنا على الأنترنت العربي دوت تيفي كما بإمكانكم بإبداع الأرأي والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة